موضوع التاني اللي عايز اتكلم فيه مع حضراتكم مبارح من خلال شاشة قناة الاهلي وفي البيت الكبير قلت لحضراتكم قبل الناس كلها الحقيقة ان هناك اجتماع سيكون متواجد فيه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني والاستاذ اكبتن احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومستر نيلو فنجادة المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم ايه اللي حصل في الاجتماع وماذا حدث في الاجتماع الاجتماع ده زي ما قلت لحضراتكم كان يناقش ما حدث خلال المعسكر السابق بالكامل ومباراتي ليبيا وإيه اللي حيسهل في المعسكر اللي جاي زي ما حضراتكم شايفين بعض الصور الخاصة بهذا الاجتماع فإيه اللي حصل في الاجتماع وهل كان فيه كلام عن أن سيحدث تغيير في الإدارة المنتخب خلال الفترة اللي جاية الحقيقة حتى هذه اللحظة اللي احنا عرفنا من مصادرنا أنه لن يحدث تغيير في إدارة في المدير الفني أو مدرب عام أو مدرب أو في جهاز المنتخب مش هيحصل أي حاجة الدنيا ماشية زي ما هي على فكرة كلام اللي أنا بقول لحضراتكم دي من مصادر وهي حقائق أنا لا أدافع عن أحد وما بتكلمش عن حد أنا بدافع عن لعبة الأهلي بس والنادي الأهلي لكن أي حاجة تانية لا أنا بقول حقائق بتحصل وحضراتكم بتسمعوها وحضراتكم بتسمعوها بعد كده أنا قلت لحضراتكم ده الخبر ده مبارح النهاردة حصل قبل كده قلت لحضراتكم على الخبر بتاع كاس العالم الأندية بعدها حصل في حاجات كتيرة جدا الواحد بيطلع يقولها بقول الحقيقة اللي قدامي من المصدر اللي قدامي علشان توصل للجمهور النادي الأهلي والجمهور اللي بيتفرج علينا